السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم قيل في سبب نزلها ان سيدنا موسى عليه السلام موسى الكريم كان يتكلم مع الله تعالى ولكن هذه المرة سأل الملائكة خفية هل لم أريد أن أسألكم يا ملكة الرحمن أريد منكم هل الله تعالى ينام أنتم مع الله الملائكة داوما مع الله فأراد موسى عليه السلام تسريب يعرف حقيقة الألوهية سألهم هل الله تعالى ينام هذا سؤال كان يؤرقوني كثيرا فالملائكة بدأوا ينظرون إليه والله سمع الخبر فقال يا موسى تعالى فقال اعطوه قارورتين اعطوه قارورتين مملؤتين بالماء ثم قال يا موسى اجلس وابقى هكذا واقفا واحذر أن يأخذك النوم احذر فبقي موسى عليه السلام واقفا يمسك بالقارورتين إحدهما في يمينه والتاني في شماله وبدأ ينتبه لكن بدأ النعاس يغلب عليه ساعات وساعات وفي لحظة غلبه النعاس فأطلق القارورتين فاصطدمت بالأرض وتكسرتها فاقفز سنة موسى عليه السلام فقال الله تعالى يا موسى إن نمت أنا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزول لا يمكن الله تعالى لا ينام سبحانه وتعالى هو خالق النوم وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ماشي الجاذبية ماشي القوانين الطبيعية لأن الله اللي خلق ذلك القوانين وتلك الجاذبية فسن موسى لما سمع هذا الكلام قال يا موسى إن نمت أنا فمن يمسك السماوات والأرض أن تزول خر موسى ساجدا لله تعالى فمعنى لا تأخذه السلخ لنوم أي لا يعتره نقص ولا غفلة ولا دهول عن خلقه فالله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومي أنه لا يعتره لا سنة ولا نوم لا تأخذه أي لا تغلبه ما عنده لا تعب ولا نعاس لهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحا توجه منتهى إليه بصره من خلقه الألوه هي شيء عظيم وسيء جليل حتى إن أن العباد يوم القيامة لما قد يقع لهم اللقاء المباشر مع الله تعالى ويرفعوا الستار يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته قد يبقوا البشر خمسين ألف سنة وهم محضقين في نور الله وجلال الله وجمال الله وعظمة الله وبهاء الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل ما في الوجود هم عبيد لله تعالى هم في ملكه كل هؤلاء العظماء والزعماء والأباطرة كل هؤلاء لا شيء إنهم عبيد في مملكة الله تحت قهره وسلطانه وكلهم يوم القيامة كل المخلوقات خصوصا الجبابر والظالمين والذين يظلمون الناس ويسفكون الدماء هؤلاء سيأتون يوم القيامة هم ضعفاء إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم القيامة يوم القيامة الكل سوف يقف بين يدي الله فردا ربما هنا في الدنيا يحتمي بالزبانية يحتمي بجيش يحتمي بمؤسسات لكن هناك كل واحد من البشر سيأتي فردا لله لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فالله تعالى يعرف بنفسه آية الكرسي هي تعرف بالدات الإلهية العلية الله تعالى هو الإله المعبود ذو الألوهية والعبودية على جميع خلقه هو الحي الذي له الحياة التامة التي لا بداية لها ولا نهاية هو القيوم القائم بنفسه على كل شيء وهو المنزه عن كل عيب وكل نقص وهو سبحانه وتعالى لا ينام ولا يصيبه حتى بداية النعاس كل هذا من كماله وجلله وله ملكية السماوات والأرض وحده ولا يشارك في ملكهن أحد هو وحده المتصرف في شؤون الحياة كلها هكذا ربنا عز وجل يعرفنا بداته إلى أن يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة الناس يبحثون عن الشفاعة في ذلك اليوم العصيب وهذا من عظمة الله وجلاله وكبريائه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تعالى حتى الأنبياء حتى المرسلين لا يتجاسر أحد ولا يتجرأ أنه يشفع لأحد إلا بإذنه وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمى صاحب الشفاعة وصاحب اللواء هو أول من تنشق عنده الأرض يوم القيامة وهو صاحب اللواء اللواء المحمود وهو الذي يعطيه ربنا الشفاعة وقد جاء في الحديث الطويل حديث الشفاعة سيقول النبي الكريم آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني كما أنا ثم أدعو الله تعالى بالمحامد كلها تسبيحات وتكبيرات فإذا برب العز يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع فإذا بالنبي الكريم يبدأ يشفع لأمته للعصات وللمدنبين اللهم رزقنا شفاعة النبي الكريم هذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ربك عز وجل علمه محيط بجميع الكائنات وبكل المخلوقات بماضيها وحاضرها ومستقبلها هو سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء أبدا كما قال عن الملائكة وما نتنزل إلا بآمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشاء علمه واسع لا حدود له ولا يطلع أحد على علمه إلا بما أعلمه الله تعالى وسبحانه وتعالى علمه يشمل كل شيء العلم الحقيقي العميق ليس الظاهري وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي قال عنه النبي الكريم هو موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وكل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك لا تضن الكرسي ككرسي السلطان ولا أن الله له قدمين ولا له يدين ولا له وجه أو عينين ربك عز وجل كل ما خطر على بالك فالله مخالف لذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وسيدنا النبي لما يتكلم عن العرش وعن الكرسي يعني يحكي عن سلطة الله وعن قوته وعن جلاله كان يقول والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقات بأرض فلات وإن فض العرش على الكرسي كفض الفلات على تلك الحلقة بمعنى هو كبير كبير ليس له حدود أبدا وسع كرسيه السماوات والأرض واسع واسع جدا السماوات بالكواكب والنجوم والأراضين كلها واسع كرسيه ولا يؤود حفظهما أي أن الله تعالى لا يثقله ولا يكتلثه حفظ السماوات والأرض هذا أمر سهل عليه رغم أنه كبير السماوات والأراضين والمخلوقات كثيرة هذا لا يتعب الله ربنا قائم على كل نفس بما كسبت وهو الرقيب على الجميع لا يغيب عنه شيء والكل كل المخلوقات متواضعة ذليلة لله تعالى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد